بمقر عملة مقاطعات الفداء مرس السلطان جرى تنصيب السيد عبدالحق حمداوي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على عملة مقاطعات الفداء مرس السلطان وبعد تلاوة ظاهر تعيين هنأت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادي فتاح العامل الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها مشيدة بالمصاري المهني لسيد حمداوي وبكفاءته وتجربته في الإدارة الترابية بالعديد من مناطق المملكة من جهة أخرى دعت سيدة فتاح ممثلية الإدارة الترابية وكذلك القوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية بالإضافة إلى كافة الهيئة المنتخبة وفعالية المجتمع المدني إلى مضاعفة الجهود والعمل بشكل مشترك مع العمل الجديد لدعم تنمية العمل مشددة على ضرورة تعبئة كافة الوسائل من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية باعتباره ورشا يساهم في تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية وذلك انسجاما مع توجيهات ملكية السامية حضر حفلة تنصيب على الخصوص ولجهة الدار البيضاء ستات عامل عملة الدار البيضاء السيد محمد مهدية ورئيس مجلس الجهة السيد عبداللطيف معزوز وشخصيات عسكرية ومدنية حق حق مرضوك التباع ورئيس